دورة كريبس خلال عملية انشطار الجولوكوز ينتج عن تحالل الجولوكوز جزيئان من حمض البيروفيك ثم تم استخدام جزيئي حمض البيروفيك لتشكيل جزيئين من أسيتيل مرافق الإنزيم ألف ليدخل الأسيتيل في دورة كريبس والتي تحدث في الميتوكوندريا وأثناء تحويل جزيئ واحد من حمض البيروفيك إلى الأسيتيل مساعد الإنزيم ألف يتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون CO2 ويتم تكوين جزيئ من ناد إتش في دورة كريبس يتم اتحاد مركب الأسيتيل من خلال الأسيتيل مرافق الإنزيم ألف مع مركب رباعي الكربون فينتج عنه مركب سداسي الكربون ويتم تحرير جزيئ مرافق الإنزيم ألف ثم ينطلق جزيئ ثاني أكسيد الكربون من المركب سداسي الكربون مكونا مركب خماسي الكربون وفي هذه الخطوة يتم إزالة الهايدروجين ونقله إلى ناد لتشكيل ناد اتش. بعد ذلك تحدث أكسادة ثانية وخروج ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى لينتج ناد اتش وثاني أكسيد الكربون. بالإضافة إلى ذلك يتم إنتاج مركب ATP. ونتيجة لهذه التفاعلات يتم تكوين مركب رباعي الكربون في دورة كريبس. وأخيرا يتأكسد مركب رباعي الكربون أيضا ويتم استخدام الهايدروجينات التي تحررت لتشكيل ناد اتش وفاد اتش تو. وهذه التفاعلات ينتج عنها المركب رباعي الكربون الذي يبدأ في التفاعل مرة أخرى مع أستيل مرافق الإنزيم ألف. وحيث إنه يتم تقسيم كل جزيء غلوكوز إلى جزيئين من حمض البيروفيك أثناء الانشطار. فإن كل جزيء غلوكوز لا بد له من إتمان دورة كريبس مرتين لتحلل جزيئي البيروفيك.